حال مفدنا هناك محفوظ نحن برفقة ضيفه رئيس المجلس الشعب الوطني إبراهيم بغالي صباحك سعيد محفوظ تفضل صباح الخير زميلي رضا صباح الخير مشاهدي قناة النهار في هذا الوطن نحن الآن متواجدون من مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال لحضور وتغطية أشغال الجمعية العامة العادية للمجلس الأعلى للشباب ويحضر معنا الآن على المباشر رئيس المجلس الشعبي الوطني سيد إبراهيم بغالي لنتحدث أكثر حول الخطاب التاريخي للأمة الذي وجهه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالأمس أمام غرفتين البرلمان المجتمعتين صباح الخير سيد رئيس تحياتنا الصباحية بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله فيما يخص خطاب سيد رئيس الجمهورية أمس بالقصر الأمم كان أن نحطه في خانة خطاب إرجاع الأمل للجزائريين السيد رئيس كان صراح جدا وكان يتكلم من قلبه وكان يتكلم كل الصراحة وبكل الشفافية التامة لأنه في عدة مرات كان يحط الخطاب بتاعه المكتوب وكان يتكلم بقلبه وكان يتكلم بقلبه وكان يتكلم بقلبه ولأول مرة أو لأول مرة رئيس يعطينا الوقت الطائق نتاعه خاصة في الاختصال يعني كنا نحن نعانيه في الماضي كنا نروح ونتلاقوا مع زملاء في البرلمانات أخرى أجنبية كانت عندهم نظرة واضحة لاختصال تحم يتكلمون بالأقام، يتكلمون بالتوجه تحم، يتكلمون بالسياسة الاقتصادية لكن في الجزائر كانت ضبابية كاملة اليوم صبحت عنا نظرة أوضح، نظرة شفافة تكلم على استغلال المناجم تكلم على فتح خطوط جوية لخاصة دول إفريقية لأنه علاقات تاريخية معهم هل يعقل في 2023 نروح إلى جنوب أفريقيا ونمشينا عن طريق دولة أوروبية؟ هل يعقل نروح الأرضيس أبيبا عن طريق دول أوروبية؟ هذا شيء غير مقبول وهذا التوجه الصحيح لكي نقويه الاقتصاد تعنا يجب أن أولا تكون لدينا شبكات نقل واسعة في عدة دول خاصة دول لدينا علاقات اقتصادية وتاريخية معهم كذلك نفتح خطوط حتى إلى أمريكا اللاتينية هذا هو التوجه الصحيح هذا هو التوجه للطادر لأننا ندعمه كذلك في الاقتصاد تتكلم عن كيفية بعض القطاعات كما الصناعة الصيدرانية وصلنا إلى 70% من اكتفاء الحاجيات على البلاد الأصيراميك نفس الشيء كيقول باللي أنا نغلق الاستيارات عنده الحق يغلق الاستيارات حنا بيش نجعل المستثمرين جزائريين وعنا المستثمرين في المستوى ومخلصين ويحبوا هذه البلاد وعنا عدة قطاعات قادرين ثانية من العول عليها قطاع السياحة قطاع البلك لإنتاج طمو قطاع الفلاحة كذلك إنتاج الزيتون إلى غير ذلك قطاعات اللي راح تنسينا بلك في الإرادة المحل المحل اللي نجيبوه من غاز والبيترول ونزيد نقوله كلمة ثانية صادر كلمة حق لأن هذه الثروات اللي أحبان الله بها هي مارش رزقنا احنا يجب أن نخموا في الأجهال الصعيدة وكلها نستغلوا كل شيء ونأكلوا كل شيء واش راح نخليه الأجهال لخرى هذا السيد الرئيس الجمهورية عنده نظرة واضحة عنده نظرة اقتصادية ودفع لها وحنا كذلك نتبنوها لأنها نبع من خصوصياتنا ونبع من الواقع الجزائري دوق الإمكانيات الموجودة المستثمرين الحقيقيين مش شبه المستثمرين خطأ عانينا من شبه المستثمرين لكلها والدنيا وكلها والأراضي وكلها وسموه وما جابونا ولا نتيجة لأننا مستثمرين حقيقيين ومخلصين وحتى يعولوا على الإمكانيات المادية تحم كان عندنا مستثمرين كثيرين ما يحاوش لك شبه تعاونوا ولا تعطي الوقات البنكي وإنما تسهلوا في الإجراءات الإدارية وبس وشفنا نموذج كان عندنا حي الخيطاب الأخير في المركز الدولي عبداللاطف رحال تكلم على مئة مشروع معطل منذ عشرات سينين في البليدة واليوم حوالي أسبوع كان رخص السيغلة كانت تتمدد هذه هي الفعالية وهذا هو وجه نحوسه نحوسه نرفع بشوف القرار سيادي وقرار يزمن قويب الاقتصاد وإحنا بش نتكلموا والناس راي تتسوق في أمور سودوية على الجزائر نقولهم ربي يهديكم ماذا ممكن خطر اللي وحي يتكلم على اختصار الجزائري إذن أولا يعاف الحقيقة يعاف الخطوات لقطعناها إلى حد الساعة وين كنا وين رانا الاحتياطة الصرف الحمد لله راي في ارتفاع متزايد المستمرين تعنا بدأوا يتقوى وخطر عطينا لهم الثقة وغلقنا باب الاستيراد لكل ما هو منتج جزائري بهذه الطريقة بهذه اسمه ونحن نقوي الاقتصاد تعناه كل ما قرار تعناه يبقى دائم سيادي وهذا هو الأساس والشيء الآخر هو أن نوصل إلى الاستقلال الغذائي باش نوصل عنا إمكانيات عنا إمكانيات والمساحات المستغلة على الأرض ما زال موصل الناس للمستوى عالي ما زال موصل الناس للمهم في كل هذا أنك فيه إمكانيات هائلة فيه طاقات شبابية فيه كفاءات فيه العبقارية الزائرية فيها الناس مخلصين فيها مصممين مخلصين نديروا فيهم الثقة ونخلقوا لهم الجو المناسب والإدارة تنزم تكون تمشي مع هذا الوقع إدارة التي تتعطل ما نحن نحتاجوهاش الناس التي تتسبب في تعطيل أو تعقلت أن نسمي هذا جرائم اقتصادية وهذا الناس يجب أن يتحاسبه فهنا عن اليوم أن نشوف المستثمرين يروحوا اللي راحوا وشافوا عندهم تجربة يقول لك بالي أن الفرص لإستثمار في الجزائي أحسن وأفضل من كل الدول ونشوفنا كذلك دول زرناها وضعية اقتصادية كاريثية دول كبيرة عندها إمكانيات لكن وضعية اقتصادية اللي أنا نقول للحمد لله المديونية الخارجية المديونية لنسبة التضخم الحمد لله المتحكمين فيها النسبة النمو ما شاء الله وهذا باعتراف البنك الدولي لا نزكير في نفسنا هذه اعترافات خارج جزائر الناس لا يتسوق للأمور السودوية نقول لهم يهديكم ربي هذه احنا ما عناش احنا عنا كما كان الإيمان بالله وإيمان بالوطن ما عناش بلد ثاني وما عناش جوازات ثانية احنا عنا جزائر نأمنوا بالجزائر ونرافعوا للجزائر والناس لجدودنا اللي راحوا خلاهوا أمنوا بالقضية ما راحوش حبا في المال ولا حبا وينما كانوا مأمنين بقضية إيمان قوي ومشاوا وخلاهوا أرزاقهم وخلاهوا أولادهم وخلاهوا عائتهم ودافع الجزائر والحمد لله اليوم ما نتنعمه ونحن هذا كويش بقاننا نحن لا نشعر نضحر بنفسنا نحن نضحر بأوقاتنا وهذا أقل شيء في حق هذا الوطن الحمد لله نقوله كان مؤشرة إيجابية ما زي ما وصلناش بش ما نكذبوش على بعضنا الطريق طويل الإرث ثقيل كثير نقوله فيه أخطاء كبيرة في التسير مسجلة مسجلة على اسمه لكن هل نبقى دائما نبقى من غير شخصه وإلا عن القدرة باش نحسن هذا الوضع وباش نعطي الأمل ونقول الخيطة بتاع أمس كان يعطي أمل كبيرة للشباب وهذه فوصة للشباب وهذا مش شعارات خطر احنا من اللي سيقلان نحن نتكلم مع الشباب الشباب اليوم كان فوص متاحة كان مؤسسات شبانية وإحنا كذلك اليوم وبالمناسبة سيكون فيه انتخاب على مستوى المجلس الشعبي الوطني لإنشاء شبكة البراماني الشباب أقل من 40 سنة هذه الثانية باش نعطي لهم فرصة ثانية باش يكون فيه احتكاك يكون فيه تبادل أولا باش يوصلوا رسالة تحمداخ الوطن ويكون فيه احتكاك وتبادل حتى في البرامان الدولية لأن كل البرامانات عندها عندها شبكة شباب وإحنا كذلك اليوم وبالمناسبة راح يكون انتخاب وإنشاء شبكة البراماني الشباب في الجزائر هذه من جهة ثانية حتى للمستوى يمكن نقول لكم القرار يبقى قرار سيادي وقرار حتى في القضايا الدولية احنا الجزائر لا تحيد عن مبادئها عن مواقف ثابتة في السياسة الخارجية والحمد لله دفعنا كل على كل القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وزاد حاجة الإيجابية اللي زاد أضافها السيدة الجمهورية لقابل لامتداد التاريخي القضية هذه القضية هذه ماشي وليدت اليوم وإنما عندها امتداد وربطها بمعطيات تاريخية وهذه اللي زادت اضافة على هالجزائريين مؤمنين وثابتين على مواقفهم وقال المقول الشهيرة السيد رئيس راحل هواي بوميديان نحن مع فلسطين ظالمون لمظلومة اليوم وغدا دائما ان شاء الله ما نحايدوش وانا نقول الخطاب كان خطاب أمل خطاب يعطى الثقة للشباب يعطى الفرصة للناس النزهاء للناس الخيرين وما أكثرهم في هذه البلاد وان شاء الله نتمنى كل خير وكل ازدهار للبلاد ان شاء الله وبراك الله فيكم شكرا سيد الرئيس كان معنا قبل قليل رئيس المجلس الشعبي الوطني سيد إبراهيم بوغالي تحدث حول الخطاب التاريخي الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجلد تبون بالأمس في قصر الأمم أمام نواب البرلمان بغرفته مجلس الأمة وكذلك المجلس الشعبي الوطني إليك الخط زميلي ريضا شكرا جزيلا لك محفوظ نحن أحموف التلفزيون النهار إلى قصر المؤتمرات طبعا